كما عودتنا فعليات رعيانا من شبيبات وكشافة في كل عام خلال شهر رمضان المبارك بأن تكون عنصر فاعل ومشارك بالمجتمع وبكافة المناسبات العامة والخاصة فها هي مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس في بلدة صافوت وبالرغم من حداثة عهدها إلى أنها استطاعت وبزمن قصير أن تثبت وجودها في خدمة الكنيسة والمجتمع وتمتين أواصر العلاقة بينهما فقد قامت خلال شهر رمضان الحالي وإيمانا منها بالعيش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد بتوزيع التمر والماء على الصائمين من أفراد الأجهزة الأمنية وحملت التصاريح عند نقاط الغلق في منطقة صافوت وتوزيع الخبز والاحتياجات الضرورية على المواطنين بالتعاون مع بلدية صافوت ومساعدة الأسر في الحصول على احتياجاتها من الأسواق وتوزيع المواد التموينية على الأسر العفيفة بالإضافة إلى مساعدة المختصين في تعقيم بعض المرافق والأماكن ومساندة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في توعية المواطنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة